السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعي قناة ام حمود كانت مننا تكونوا بالف خير اليوم ان شاء الله سنقترح عليكم واحد مين بسطيلات صغيرين معمرين كيجوا رائعين بواحد العجين رائعة سيتغنيكم عن شراء ورقة البسطيلة كيجوا مقرمشين ومورقين وشاشين اكتر من رائعين بحشوة اقتصادية والديدة كيف ما كتلاحظوا معايا كيجوا مورقين وغزالين ويلا جربتوهم غديولوا معتمدين عندكم كنتمنى يعجبكم الفيديو ويلا اعجبكم ما تنسوش تخلي لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا منكم وليس امرا ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير كنحتاجوا المقادير باش نحضروا العجين كأس ديال الدقيق الفينو ربعة الكيسان ديال الفورس واحد الكيس خميرة الحلويات مع القصغيرة ديال الملحة مع القصغيرة ديال الساندة والماء بارد من الصنبور كناخدو ايناء كنوضعو فيه الدقيق ربعة الكيسان ديال الدقيق الفورس واحد كيس ديال الفينو مع القصغيرة ديال الملحة مع القصغيرة ديال الساندة واحد كيس من خميرة الحلويات بيكينب باودر كنخلطو الكل ونبعد كنجمعو العجين بالماء بارد كنضيف الماء تدريجيا كنجي العجين بحل ديال اللي مسمن و نجمع العجين لا نحتاج أن ندلقها من بعد وضعها في بلاستيكا و ندلق رأسها برأسها نجمعها ترتاح و نحضر الحجو نضيف مقلاق و نضيف زيت الزيتون و نضيف مقطع طريفات صغار و نجمعها تشحر حتى تهبط و نضيف الفلفل الأخضر و نقطع طريفات صغار حتى هو و نشحره الكل و نضيف صدر الدجاج و نقطع طريفات صغار و نضيف التوابل و نضيف الملح الكركم الكامون الفلفل الأحمر أو التحميرة سكينجبير لأبزار و نضيف معلقة صغيرة من مركز الطماطم و نضيف رأس معلقة ديال الفلفل الحار وهو اختياري كنخلطو الكل و كنخلوه يتشحر مزيان و نضيف معلقة كبيرة ديال القزبر المعدنوس مقطع طريفات صغار و نضيف معلقة الزيتون مقطع طريفات صغيرة و نضيف الشعرية الصينية بعد ما وضعناها في الماء مغلي قسمت بالنوائي كنخلوه تشرب للصوص هاد الحشوه كالجيو ديده بزاف و رضي تعتمدوها ان شاء الله في العمارات ديالكم و نضيف العجين من بعد ما رتحت كنجي عليها تشكل متلوقة كنستعمل بالزيت نقطع العجين لسطة القويرات يكونون متساوين نضيفهم الزيت ونضيفهم يرتاحوا 5 دقيق هذه العجين لسطة القويرات نأخذ أول القويرات ونسرحوها على هذا الشكل تكون رقيقة العجين لسطة القويرات تعطينا الطوع تجي ناجي حكيش ما تلاحظو ما تقطعش معانا ونورقوها بالزبدة مدوبة ونطويها على شكل مسمنا ودائما نضيف الزبدة القليل فقط باش تجينا العجينة مورقة ونطويه على شكل مسمنا ونقوم بشكل مصرح في مرات ونقوم بشكل مصرح ونقوم بشكل مصرح ونقوم بشكل مصرح نضيف القليل من الزبدة نضيف العجين على شكل مسمنا نضيف القليل من الزبدة 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 نجمع الجوانب على هذا الشكل نضغط عليها بهذه الحرشة قطعنا هذا الشكل دائري وضعوها في الطاوة اللي فرشنا له ورق الفرن دا با غا نعمل معاكم واحد لحبه اخرى قنوضعو الحشو قنضغطو علي قليلا من بعد قنجمعو الجوانب اللي كانت عندنا العجينة كثيرة فقننقصوها قنضغطو علي على هذا الشكل وهي البسطلة ديانة دابة واجدة قنستمرو على نفس الشكل حتى نكملو قاع الكيمية اللي عندنا ها هم البسطلة ديانة من بعد ما كمناهم قنقضو هنا واحد البيضاء قنضيف لها القليل من التحميرة او الفلفل احمر قنقضو لها البيضاء قنقضو البيضاء قنقضو لها البيضاء قنقضو أمام المشكلة قنقضو لها البيضاء اخذوا لون ذهبي نزينوهم بالجبن من الفوق وضعوا فيهم قطع من القزبورة من بعد القليل من الطماطم وتزين كي يبقى اختياري باش معجبكم انكم تزينوه وكان هذا وشك النهائي اللبسي 3 اللي حضرنا اليوم يجو رائعين يجو مقرمشين وممرقين وغزالين وده با قدي نفتح معاكم واحد الحبة باش تشوفوها كيف جات من الداخل كي يجو ناجحين كيفما سمعتوا القرماشة وخنعية ما نشكر لكم فيهم كي يجو لداد العمارة تجي رائعة والديدة بزاف كي يجو مورقين وغزالين كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله ما غادش تندموه ما تنسوش انكم توصلوه لاكتر عدد من اللايكات وكذلك تشجعوني بالتعليق دياركم ولكن انتم ممشاركينش في القناة تشتركوا وفعلوا جرس باش يوصلكم كل جديد ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة